توتر سياسي يشهده السودان منذ أن بدأ مسيرة التحول الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل 2019 أطاحت حكم البشير بموجب اتفاق أبرم في أغسطس من نفس العام تقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم لكن المدنيين شكوا مرارا من تجاوز العسكريين لصلاحياتهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام في المقابل اتهم العسكريون الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة فيما انحاز اتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية إلى القوات المسلحة وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني دعونا الآن نتحدث عن نقاط التوتر التي تدور حولها الخلافات يقف على رأسها السعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003 إضافة إلى التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في يونيو 2019 في واقعة وجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته لسيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي على الأرض وهو ما يعارضه العسكريون طبعا كما أثرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تصاعد الخلافات الداخلية لسيما بعد تسببها بانخفاض قيمة العملة وفي النقص المتكرر للخبز والوقود وهي الشرارة التي أدت لسقوط البشر